يقول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحبُّ كل كفارٍ أثيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تُبْتُم فلَكُم رؤوسُ أموالِكُم لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ هذه الآيات القارِعات تُخوِّف كل مؤمنٍ بالله ورسوله والدار الآخرة من أكل الربا أو تعاطيه أو المساعدة فيه أو العمل في أي مكانٍ به رِبًا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وقال الله قبلها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا بضعًا وسبعون بابًا أدناها مثل أن ينكِح الرَّجُلُ أُمَّه أدنى نوعٍ من الربا وأقلَّ نوعٍ من الربا إثمًا وَجُرمًا أقلَّاه وأدناه مثل أن يزني الرَّجُل بأُمِّه وقال صلى الله عليه وسلم لدرهمٌ من الربا أشدُّ من أن يزني الرَّجُلُ ستةً أو ستًا وثلاثين زنيا وقال عليه الصلاة والسلام اجتنِبُوا السَّبَعَ المُّبِيقَات قالوا وَمَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهُ وَالسِّحْرُ وقتلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ وَاللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الْرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْف وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ومعنى اجتنِبُوا السَّبَعَ المُّبِيقَات يعني المُهْلِكَات فالربا من السَّبعِ المُهْلِكَات التي تُوبِقُ وَتُهْلِكُ صاحِبَهَا بِدُخُولِ نَارِ جَهَنَّمْ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فَمَنْ إِنْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ أي إلى أكل الربا وتعامل في الربا وعمل في أماكن الربا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وهذا من أعظم الجزاء والعذاب والنكال وروا البخاري من حديث سامرة بن جندب رضي الله عنه وهو طويلٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد من الحديث على عقوبة الربا وعذاب آكل الربا والمُتعامل فيه في قبره قبل يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آتيان فقالا لي انطلق انطلق وإني انطلقت معهما فأتينا على نهر من دم فإذا رجلٌ سابحٌ يسبح في ذلك النهر وإذا رجلٌ آخر يقف على شاطئ النهر الذي هو من دم وقد ملأ يديه بالحجارة وإذا ذلك الرجل السابح يسبح ثم يسبح ثم يأتي ليخرج بعدما تعب من السبح أو من السباحة قال فإذا أراد الخروج من النهر الذي من دم رماه ذلك الرجل الذي على الشاطئ بحجرٍ حتى يبتلعه ذلك السابح وهو لا يريده أن يخرج من السباحة في الدم قال ثم يعود فيسبح في الدم ثم يعود ليخرج فإذا أراد الخروج رماه بالحجر في فيه فرجع فسبح في الدم وهكذا وهذا عذابه في القبر كما قال القرطبي عليه رحمة الله عذاب الله لآكل الربا في قبره وآكل الربا ممنوعٌ من دخول الجنة لأن الله تعالى يقول ومن عادا أي إلى أكل الربا والتعامل فيه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والربا من أكبر الكبائر العظيمة ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد قتل النفس ذنبًا أعظم من الزنا وذكروا بعد ذلك الربا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال له إياك والذنوب التي لا تغفر فقالوا وما هن يا رسول الله قال الغلول فمن غل شيئًا أتى به يوم القيامة وأكل الربا ثم تلى رسول الله قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ووالله إن أنواع البيوع التي أحلها الله في كتابه وفي سنة رسوله وفي سنة رسوله لهي أكثر من أنواع الربا وأنواع البيوع المحرمة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالحلال أكثر من الحرام والحلال فيه البركة أما الربا والحرام فممحوق البركة ولذلك قال الله جل وعلا يمحق الله الربا يمحقه فليس فيه بركة ولا يغني صاحبه ولا يغني صاحبه يمحق الله الربا ويربي الصدقات ومعنى يربي الصدقات أي ربيها الله عز وجل في الدنيا والآخرة لصاحبها ويبارك له فيها في الدنيا ويبارك الله لصاحب الصدقات ولصاحب الأكل الحلال والرزق الحلال يبارك الله جل وعلا في ثوابه وحسناته لصاحبه في الآخرة عند الله عز وجل يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا أو صاحب الربا ماله غير باقٍ حتى إذا كثر ماله في أول الأيام أو مع جري السنون فإنه في نهاية الأمر ولا محالة سيفقر في الدنيا ويعاقب فيها في الدنيا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أقوام من أمتي ولم يقل من الكفار وإنما قال لا يبيتن أقوام من أمتي أمتي يعني من المسلمين لا يبيتن لا يبيتن أقوام من أمتي على أشرٍ وبطر ولعبٍ ولهوٍ واتخاذهم القينات وشربهم الخمر واستحلالهم الزنا وأكلهم الربا يمسخهم الله قردةً وخنازير هذا في الدنيا أما عقوبة الآخرة فإلى جهنم ومن علامات الساعة كما صح عند المنذري في الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يكثر الربا والزنا وشرب الخمر وهل ظهر الربا في بلادنا وزماننا وفي بلاد المسلمين نعم اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ونبيك ورسولك وخليلك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد من أظهر المُعاملات الربوية في بلادنا هذا وزماننا وأنا أذكرها وأنا أذكرها ليجتنبها الناس وقد قال القائلُ عرفتُ الشرَّ لا للشرِّ ولكن لتوقيه ومن لا يعرفُ الخيرَ من الشرِّ يقعُ فيه وقال حُذيفةُ رضي الله عنه تعلَّمَ أصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم الخيرَ وتعلمتُ أنا الشرِّ مَخافةَ أن يُدرِكني فمن أنواع الربا وصوري في بلادنا هذه وأنا سأُركِّزُ ليس على جميع أنواع الربا لأنها كثيرة تحتاجُ إلى أكثر من ثلاثين خُطبة ولكن سأُركِّزُ على أظهرها في تعاملاتنا في بلادنا ليحذرها الناس ويجتنبوها أولاً الصورة الأولى من الربا تلك الودائع التي توضعُ في البنوك وتُسمَّى بالودائع الاستثمارية أو غيرها من المُسمَّيات وصورتُها أن يضع شخصٌ ما مبلغًا من المال في إحدى البنوك مثلًا مثلًا وضع مئة مليون جنيه وديعة فصار البنك يُتاجرُ فيها ويستثمرُها فلما جاء الشخصُ بعد ستة أشهرٍ أو غيرها ليستردَّ ماله ومئته وجدها قد زادت إما مئةً وعشرين أو مئةً وخمسين أو مئتين إلى آخره فهذا ربع هذا ربع وهو مُخالِفٌ للدين وللعقل وللُّغة العربية لأن كلمة وديعة تعني في اللغة أمانة والأمانة لا يجوز أن تكون استثمارية ولا يجوز أن يُتصرَّف فيها لا بزيادةٍ ولا نُقصانٍ ولا تحريكٍ من مِحِلِّها قال العُلماءُ لأن الله تعالى يقول إن الله يأمرُكم أن تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلِها أي كما هي وهو مُحرَّمٌ في الدين لأنه ربًا فأنا وضعتُ عند البنك مئةً فصارت مئةً وخمسين أو مئةً وستين أو مئةً وسبعين فكلُّ هذا ربًا الصورة الثانية كما ذكر الفُقهاء والعُلماء من صور الربًا التي انتشرت في بلادنا اليوم تَبْدِيلُ الفكَّة أو الصماءُ بالفكَّة إنسان يمشي بالذات في المواغف تحت المواصلات أشان الكمساري بعدين ما يلقى فكَّة وما يرجي عليك يقوم يمشي لأولاد أو شباب قاعدين خاتين لهم قروش فكَّة تَدّيه عشر جنيه يدّيك تسعة جنيه تَدّيه عشرين يدّيك تزعتاشر أو ما شابه ذلك خمسين يدّيك كذا وأربعين ربًا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ كل هذا ينطبِق على هذه الأنواع من الربا ثالثاً من صور الربا أيضاً تَبْدِيلُ العُمْلَة بالعُمْلَة أو بعملةٍ بعملةٍ أخرى تمشي السوق تَدّيه دولار يقول لك والله يا أخي بس جيب الدولار يستلموا منك ده الشرط هنا أنه يستلموا ويقول لك تعال العصر بعدين لأنه أنت صاحبي ونحنا فرت في الحلة تعال بعدين أنا مشي أجيب لك الجنيه السوداني ويستلم منك الدولار أو الريال الربا لأن تَبْدِيلَ العُمُلَات اشترط فيه العُلماء قياساً على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون يدًا بيد يعني ما يشيل منك عُملة ويقول لك العُملة التانية بعدين البديل بعدين هذا الربا ومثله أيضاً في الصورة زول دين زول ريال زول داك مسافر ماشي السعودية مثلاً ونحن نضرب الأمثال لنقرب الفهم للناس ده مسافر السعودية وخلاص الطيارة مواعيدة جات فقال لي يخلقوا عندك ريال ألفين ريال الديني لها وأنا بخلي أخوي بعدين بعد ما أصل السعودية بضرب له يجي من أمدرمان يديك ستة مليون جنيه سوداني بدل الريال الربا لأن الشرطة في تبديل العُملات أن يكون يدًا بيد في مجلس العقل في وقتٍ واحد خُز الدولار وأنت خُز الجنيه خُز الريال وأنت خُز الدولار خُز الدولار وأنت خُز الريال في وقتٍ واحد غيره هذا لا يجوز ومن أمثلته أيضًا في الصورة في بيع الذهب بالذهب أو في بيع الذهب أو الفضة عموماً أو أي محل بيبيعوا فيها الذهب عمارة الأوقاف أو غيرها أو غير أي مكان تدّي ودهب 200 جرام مثلًا أو يقول 20 جرام ويبدلُ لك بذهب 220 جرام زائد من الأول ذاك 200 وده 220 أو ذاك 20 وده 25 ربا وكذلك الفضة لا بد أن يكون تبديل الذهب بالذهب بنفس المقدار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدًا بيد سواءً بسواء مثلًا بمثل 20 جرام 20 جرام 200 جرام 200 جرام 50 جرام 50 جرام فلو زاد أو نقص جرامًا واحدًا أو أقل من ذلك فهو الربا بعينهي وكذلك في الطعام ناس بيبدلوا التمر شوال تمر بشوال نص تمر لأن الشوال ونص تمر كان ردي شوية ما سمح والشوال الواحد كان أجود فتده شوال نص أو شوالين أو ثلاثة بشوال واحد لأنه ده أجود هذا أيضًا الربا ودليله هذا الحديث الذي مره وما في البخاري أن بلالًا ابن رباح رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ طيِّب جميل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه واحدةً فوضعها في فمه ولم يبتلعها فقال يا بلال من أين هذا التمر؟ فقال يا رسول الله بِعتُ أي استبدلتُ بِعتُ قِرَاطَين من تمر الرديء بِقِرَاطٍ واحد من هذا التمر الجنيب أو قال الجيد أو فيما معنى فاستبدل قِرَاطَين من الرديء بِقِرَاطٍ واحد من الجيد فتفَله النبي عليه الصلاة والسلام من فمه وقال أَوَّه أَوَّه عَيْنُ الْرِبَى عَيْنُ الْرِبَى عَيْنُ الْرِبَى لا تفعل هذا وإنما بِعْ التمر الرديء ثم خُز الدراهم واشتري التمر الجيد وهكذا تفعل في الذهب وفي الفضة عندك مئتين أو عشرين أو خمسين جرام خمسين جرام در تفدِّلها بذهب ستين جرام تبيع الخمسين جرام وتستلم القروش لو ما استلمت القروش فأنت مُرابي وهذه المُعاملة رِبًا رِبًا ولا خلاف في ذلك بين العُلماء إطلاقًا تبيعه وتستلم القروش ولو من نفس الصائغة لحي بدِّلك تستلم القروش تحسبه تقوم تزيد فيها حق السبعين جرام وترجع للقروش ثاني بعد ذاك الديك الدهب الآخر المُتفاضل الزائد أو الناقص إن كان ناقصًا ومن صور الرباء وهو مُختلفٌ فيه بين العُلماء المُعاصرين اليوم والأولى تركه وهو المُرابحة التي تكون مع البُنوك أو الشركات أو غيرها زول يجيب فاتورة من السوق بتاعة عربية سيارة أو بضاعة أو بيت أو قطعة أرض يوديها للبنك البنك يطلع معه موظف البنك ويمشو لصاحب المالك الأصلي صاحب السيارة أو الأرض أو البيت فيشتريها البنك بالكاش مثلاً بمئة جنيه بمئة مليون جنيه ويبيعها على هذا الشخص الزبون بمئة وعشرين أو مئة وخمسين بسعر زائد بأقصاط فالبنك لا يريد هذه السيارة ولا هذه الأرض ولا يرغب فيها وإنما رغبة البنك في هذه العشرين أو الخمسين الزائدة بأن يُرجع هذا الزبون للبنك المئة مليون ورجع للبنك رأس ماله ثم الربح الذي فوق المئة بناء على هذه الأقصاط الطويلة أو القصيرة هذا اختلف فيه الفقهاء المعاصرون فمنهم من قال إنه رباً وتحايلٌ على الله قالوا لأن البنك لا يريد هذه السيارة وإنما يريد الربح الذي فوق المئة مثلاً فكأنه أعطى مئة مليون وارتجع لنفسه مئةً وخمسين فهو يريد الخمسين بعد رجوع رأس ماله المئة وجعل هذه السيارة أو الأرض حيلةً على الشريعة ولذلك قالوا هو رباً وتحايلٌ على الدين الطائفة الأخرى من الفقهاء قالوا يجوز بشروط ولكن بالنظر إلى حال الناس اليوم وحال الكثير من البنوك إلا من رحم الله إن كان موجوداً بالنظر إلى الكثير من الناس لا يشترطون بأي شرطٍ من هذه الشروط فلذلك وجب ترك هذه المرابحات لأنه طالما أنه كان فيها خلاف وشبهة فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم اللهم آتِ نفوسنا تقوها وزكِّها أنت خير من زكَّاها إنك أنت وليُّها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة ورحمكم الله شكرا